اشتركوا في القناة هيدا هي رح نحكي عن العوارض رح نحكي عن العلاجات رح نحكي عن اشياء بركب بتتخفف من الوجع لانه المشكلة بهالمرض انه في يعني وصلنا له لانه ما كنا عم نفسر شو هو يعني صرنا كل الاشياء اللي ما عم نفهمها نحطها تحت خانة هالمرض ووصلنا للدياغنوستيك معين ما هيك؟ مظبوط نحن بعيداتنا بس يوصل لعننا من قبل حكمة الأخصائيين حكمة العظم او حكمة الروماتيس او شي بيوصل تحت اسم فيبروميالجي او بتكون عندها المريضة اوجاع بكل المفاصل بس مش مبين بفحص الدم او مش مبين بالير ام او مش مبين بالصور المخبرية العادية وبيكون تعاملة كل الفحصات الفيتامين د والكالسيوم وعاملة البرولاكتين الغدد كل شي ما بيبين في شي من بعد دراسات طويلة بيان انه في كذا سمتوم مبينين عند كتير عالم نفس الشي جمعوهم تحت خانية فيبروميالجي يعني في من 11 ل 18 نقطة موجودين بجسم الانسان هلأ نشوفهم بصورة بعد شوي موجودين بجسم وجع مثل مثلا اعلى الرقبة النص الرقبة من هوني على الترابيزيت على تاني ضلع هوني على الدزيام كوت على الارداف على الاعضلات 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 على من اذا كنتم لاحظ من قدام على الركبة في اوجاع وبيصير الشخص معرض انه لحيالة تتش بيوجع حتى اللمس حتى اللمس الوقت ممكن يكون يواجعه بيصير اقل افور فيزيك بيطعبه اذا طلع الدرجة بيطعب بيعرق صيفا شتاءا هول عمار رح اعرض في كتير فيه 100 سيمطوم اذا بنا نحكي عنهم بس مايحاق كنتقول انه بيسيب النساء اكتر من رجال مظبوط بالثمانين بالمئة للنساء اللي بتتراوح بين اعمارهم بين ثلاثين للستين سنة اوكي وعادة عند الرجال الانجزايتي الارهاق التعب مازبوط اللي تنوم اللي تنوم فمش نكبر كي كان فيه صعوبة لينعمل دياغنوستيك لهالمرض ولكن فيه كتا عم تقول انه فيه لما تصيب عدد من العوارض بيصير لك حق تكون يعني او بيستعملوا كلمة او اسم المرض مازبوط هلا انا كدكتور فيزيوترابيا بيستقبل المريض من بعد ما يكون حواليه حكيم الطبيب المختص نعم من بعد ما يحاولوا بيكون فيه اوجاع معينة موجودة بالجسم على اللي احنا نجع نعيدهم بطريقة كتير سريعة على اوتر رأس خلف الرأس على الترابيز بالنص على دوزيام كوت هوني او تاني ضلع على الارداف على العضلات القاعدة بنقط معينة وعلى الركبة بس فيه كتير سمطومات مع هاودي نحنا كفيزيوترابيوت عم نشوف هيدا دلشي بس بس فيه كتير عوارد الاطراف الأصابع بيصيرهم مساقعين بساقعة كتير وبيصيرهم صخنين بيحسونهم نفخين مورمين هاودي كلهم عوارد زيادة طيب السؤال بني سألكي بركي غريب شوية بس اذا احد العوارد هو وجع بأماكن من الجسم كيف منروح عن فيزيوترابيوت لانه بمجرد ما رح يحط ايده رح نحس بوجع يعني كيف رح رح نحارب الوجع باللمس اللي ممكن يسبب وجع اضافة مزبوط الفيزيوترابيوت مش بس لمس بدنا نعمل فيه تمارين رياضية اول شيء مجبور الشخص اللي عنده فيبروميالجي او المادام بالأحرى اللي عنده فيبروميالجي مجبورة تخضع لتريتمان دو اترى فور برسومان لفترة محددة اكيد اذا بتوجع اللمس مش ضروري نعم في كتير عنا تكنيكات نقدر نشتغل فيهم من بيناتهم اول شيء الفيزيوترابيه كلاسيك المساج دو والاكزرسيس الايترمان والستراتشنج لانه مثل ما بنعرف فيبروميالجي بتعمل كتير دولور مسكولير يعني بتعمل اوجاع عضل بشكل مفاجئ وبيكون شخص ما عنده شيء فجأة بيلاقي انه عمل تصنيج او تورتيكولية بنام مابو شيء بيقوم كتير موجوع كرامب مسكولير التشنج ببطط الاجر فنحنا هون الرول طبعا مشتغل حسب كل سمتوم نحن بنفس الوقت الفيبروميالجي نحن بنعالج الرقبة لنريح الفيبروميالجي يعني العوارض لانه كتيره ومتنوعه بدك تعالج حسب شو هن العوارض يلي هالشخص عم بيعاني منه نحن اكتر شيء نشتغل عوارض عضلية اللي هي اللي بيصير معهم الكرامب مسكولير او الدولور اوجاع المفاصل كمان عندهم اوجاع مفاصل بكل الجسم علينا نحن نحن نحركهم مزبوط لهالشخص ما يفقد الحركة يصير يخاف من مفصله مثلا في عنا مفصل كتير مهم الحنك كمان بيعملوا بروكسيسم او بيكذب كتير بالليل هيدا نحن نشتغل عليه كمان على قعب الظهر بيكون حدا طابة مش قادة باقي تجلس نحن هون نشتغل بس على العوارض بس ما منشتغل كفيفروميالجي ككل لما يكون عندك وجع بمكهين بجسمك بصير بتستعمل هالجزء اقل بصير الشخص بيتكسلا على عضلاته اكتر وبيصير بيزيد من المشكلة انتو بتخلو انو هالجزم يضل يشتغل ويضل يبني قوة ومناعة هيدا الدور تبعنا هيدا الدور تبعنا نحن انو نشجع الشخص يرجع يحرك مفاصله بطريقة طبيعية لانو ما في شي بيمنع انو يتحرك بطريقة طبيعية نخلي له العضل قوي ونعمل له البوستير نعوده يعمل بوستير كتير جالسة ما يعرض كتافه للطبه ما يعرض رقبته لبوستير غلط بشغله منجرب نغيره المودفه تبعه نضبط له نحاوله على الإدرو تيرابيه على الفيزيو تيرابيه بس داخل المي اذا هالقد عنده وجع واضح واصل لبيك كتير عالي من وجع نحاوله لعلاج بالمي مع معالجين فيزيائيين اخصائيين بهذا الشيء الجسم يتحمل اكتر ساعة الحركة مضبط لانو المي الصفنة وهولة يعني هيدا مرض لانو تشخيص صعب ما انو صعب التشخيص ولكن بيجوز نتغلبت مرات او نسمى الاشياء مش بالاسم الصحيح هل العلاج اللي بيتم مثلا مع العلاج الفيزيائي بيساعد انو نطلع منه للمرض كليا او بس بيخفف العوارض وبيخلي الحياة تكون مقبولة اكتر لا نحنا منترافق معه على هيدا المرض لانو ما رح نسميه مرض نحنا رح نسميه حالة مرضية نحنا منترافق معه بكل الفترات هيدا كل فترة بس يصير معه مثل ما قلنا انو العضل دغري بتشنج ما بتعرف وفي كمان تكنيكات الفيزيو تيرابوت او الدكتور ان فيزيو تيرابيه كمان تطوروها هيدراي نيدلينج اللي جابوها الوخز الابر اللي هو بفيد كتير كمان بهذا الشي بنعمل استيمولاسيون على النقط اللي هي عنده الوجع بنعمل استيمولاسيون كلمان العضل يرجع يرخوا يرجع يفوت في الدورة الدموية بشكل اسرع يعني العلاج لازم يكون بركة نفسه اكتر يعني يعني بمع انه هيدا المرض العوامل النفسيه مثل والانكزايتي الى اثاره وطبعا في ريحة بده تصير من ورا الوجع الفيزيك بس العلاج الصحيح بده يكون بسيكولوجيك الدور البسيكولوجيك كتير مهم بس مش هو الوحيد هايوني كانت اللغط انه هيدا المادام او المسيو عنده هو عن جد عم بحس بوجع او هيدا عامل او ما بنعرف شو عامل بس الوجع موجود الوجع موجود نحنا عم نعالجه بيترافق بسيكولوجيك بس مش هو الاساس هو اصلا علاجه بالادوية ما رح نفوت بالتفصيل الادوية بس هني بيعطوه مثل الانتي ديبريسور دوز كتير خفيف هيدا الموضوع بيختص مع طبيبه المختص بس ما فينا نسميه وجع وهمي او وجع نفسي لا طالما موجود الوجع موجود وصار فيه اكتر من 2-6% من البوبيلاتيون الفرنسية من الشعب الفرنسي عنده نياها 8% منه النساء مثل ما قلنا فتعرف اذا مثلا بالمدن اكتر من ال نعم بالمدن على ضغط الشغل وعلى هذا لانه كمان عامل النفس بيشتغل نحنا كمان بس نحنا عم نعمل جلستنا بنشتغل كتير على النفس على هذا الباسيون يتنفس لانه مثل ما قلنا على الهوني على الوجع الصدر بس يتنفس بيحركوا من خلي يفتح كل النفس يعني اولا العلاج بيبلش من اول ما بيطلع الدياغنوستيك ما هيك يعني ما بننطر لانه في وجع لانه في وكل مرة العلاج بطريقة معي يعني حسب شو طلع سامتوم لانه نفس الشخص رح يتغير العوارض مية من مية يعني نفس الشخص اللي عم بتعالجه بفترات زمنية مختلفة رح يحس بيوجع اوقات عنده واجع برقب اوقات عنده واجع بأجره اوقات عنده بروكسيسم كله شد تشنج عضلي كله مش قادر يقوم من الفرشة عنده كثير قصص عوارض نحنا ما حكينا عن عوارض الفيبروميارجيكا كل مثل ما قلنا انه فيه كثير عوارض يعني عم نركز على الاوجاع العضلية بس الاوجاع العضلية بس التعب المزمن عندهم فاتيه كثير قوي مثلا من اقل افور نحنا هون بدنا نقوينه حتى من حب نعالجه هو ومش موجوع لنقدر نشتغل مضبوط بالعضل طبعا نقوي يصير قوي العضل المرة ده مثلا يلي بتشوفه انت هنه رياضيين اصلا يعني هل بيصيب هالشي ناس اللي كانوا رياضيين واللي ما كانوا رياضيين او بقى اكتر ناس يلي ما كانوا يتحركوا بشكل كيفي عم نجرب نفهم شو الاشياء اللي بتساعد يعني اللي عنده حركة رياضية جيدة صحية بركة مش خمس مرات بالاصبع ولكن ولنه مرة مرتين هل كمان هو معرض لي كمان معرض لي لانه هي نسبة السيروتونين بتخف السيروتونين هي اللي بتنقل المساج نيرفو من مطرح لمطرح بقلب الجسم اللي كان رياضي او ما كان رياضي يمكن الرياضي ما بيحس بالواجع قد ما بيحس العدم رياضي لانه عنده عنده موسك كبير بيقدر بس كمان عم بيحس بنفس الشيه اوقات بيحس اكتر لانه العضل كتير اكبر الحالات المستعصية شوية بتوصل لوين يعني هل هو واجع بيخليك تديق او بيوصل الواجع ما بيخليك تطلع من بيتك بالحالات الصعبة الفيبريو يعني الجيه بتوصل لوين بتوصل اذا ما تتبع نظام حياة او مودي فيه صحي يعني ما تعلج ما عمل ما اخذ دواء اللي وصف له الحكيم بالوقت المناسب ما عمل تمارين رياضية ما تحرك متل ما حكينا عن المفاصل المفاصل كلها بتكربج بصير مكربج ووجع ما بيعرف ليش السقعة اللي بيحس فيها بيصبيعه راح تضل تصير تزيد راح يصير عنده استرس اكتر كل ما بيزيد الاسترس كل ما بيزيد هيدا يعني بتصير مثل دورة مسكرة وعم بيقوله بيقلبه اذا بدرجع احكي عن العلاج اللي عم بتقدموه العلاج الفيزيائي عم بتقول انه يبدأ من اول ما في انزعاج ووجع انه هيدا علاج راح يكمل ويتأقلم مع المريض على فترة زمنية طويلة هل هو بيصير يعني كافة مرة بالاسبوع هل هو بتقترحه انه يكون مرتين من دوسبوع هيا حسب شو الطبيب المختص هو اللي بيقرر بيحط الدات التي نحنا منقدر نساعد نحكي من نسيق نحنا والطبيب المختص انه هيدا المسيوع بتجاوب اسرع او هيدا المدعم تتجاوب اسرع بالعلاج ثلاث مرات احسن لها مرتين احسن لها بيصير فيه تنسيق بيننا وبين الطبيب على هيدا العلاج اوكي لكن علاج مثل ما بيقولوا حسب المريض حسب العمر حسب وين الوجع راح تتأقلموا راح ت يعني راح تقدموا العلاج اللي بيناسب لشخص بشكل بشكل خاص هل العلاج بيوجع هم برجع لانه الناس بيجوز مزعوجين بس الفيزيو تيرابي منه مساج يعني الفيزيو تيرابي منه واحد لا يروح يعمل رولاكساسيون العلاج الفيزيائي منه وقت لتحلم ولا ترتاح مظبط هلأ في ناس كتير بتخاف من العلاج الفيزيائي الفيزيو تيرابي مش حسب عنا كتير تكنيك من قدر نستعمل لكل شخص في حسب كل قدر نسبة التحمل عند الشخص السوية طبع الدولار طبعه يمكن يكون من عنا كتير فينا نغير بالتراتمان مثل ما فينا نحكي بالإيدروتيرابي فينا نحكي بمساج فينا نحكي بأكزرسيس فينا نحكي بموبيليزازيونات نحرك لهم مفاصل لهم بنقدر نحكي عن الوغز القبر في ناس بتخاف مننا عن ما انه هي zero pain يس اكبونكتور ودراي نيدلينك كل واحدة شي هي zero pain zero risk المهم كمان تعرف عن مين عم بتروح لانه في دومان بيكون فيه الو نقابي الو مليحقة الو رقابي كمان وفي عندك اشياء جديدة شوي بالعلاج البديلي مش يعني ناس تعلمت بس ما بتعرف مزبوط مزبوط حسب وين اي جامعة خرجية اذا تابع على نقابي هيدا الشخص ولا مش تابع على نقابي قدي دراستو اذا دكتور مش دكتور شو عامل سبيساليتات تابعه شو عم بيعالج عاكل حال نحن حبينا هيك نغطي شوي شو هن العلاجات المطروحة بالعلاج الفيزيائي للناس اللي بينوجع من ورا الفيبريوم يالجي مرسي على التوضيحات رح ناخد بريك ونكمل اللايف شكرا